سلام المسيح وأهلا وسهلا بكم بتأملنا لهذا اليوم اليوم رح نتأمل عن موضوع التفويض أو الوكالة نقرأ من سفر الخروج صاحة 18 والعدد من 18 إلى 15 وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب ما بالك جالس وحدك وجميع الشعب واقفوا عندك من الصباح إلى المساء فقال موسى لحميه أن الشعب يأتي إلي ليسأل الله بعد خروج من أرض العبودية والشعب كان عظيم في الكمية صار عنده طبعا مشاكل عائلية واجتماعية وعملية المكان الوحيد الذي كان الشعب يحصلون على مشورة هو من رجل الله النبي موسى ونرى حمو موسى يدخل ويتكلم عن المشكلة ويقترح خطة تقسيم المهام اللي هو التفويض التفويض قليل بنتكلم به وأقل أقل شي دانعيشة إمتى آخر مرة حصلت أنت على تفويض خدمة أو على عمل معين من مديرك أو قسيسك إمتى آخر مرة فوضت وشاركت من مسؤولياتك ويا أشخاص اللي بيخدمون ويساعدون وياك أكو نتائج سلبية على موضوع عدم التفويض النتائج هي تأخير في الخدمة عدم إنتاج خدام وقادة جدد تعب في الخدمة ملل وتعب أشخاص الجاهزين للخدمة بتقلص الخدمة وبتصير صغيرة إذا نشتغل على موضوع التفويض بنشوف أنه نقدر نكتشف مهارات جديدة بنشوف النمو وتقوية الناس اللي بنفوضهم ويعطيهم المسؤوليات الجدد الخدمة بتكبر بتتوسع بنكتشف أراضي جديدة للخدمة مشاركة المسؤولية ويا أشخاص الثانين التفويض ما يعني الإهمال في الخدمة لكن أيضا متابعة الأشخاص اللي أنت فوضتهم وريد أخلي وياك سؤالين شنو يا معوقات التفويض برأيك ممكن بتشوف هذا الموضوع وبتقيسه في كنيسك أو المكان اللي بتخدم بي شنو الصعوبة في التفويض ليش أنت عندك صعوبة أنك تعطي المسؤولية وبتفوض أشخاص جدد ورما يثرون اتكلم مع نبي الله موسى وعلم على التفويض النتائج كانت جيدة جدا وبعدين الشعب حصل على حلول مختلفة وكان السبب بركة والنمو لكل الشعب وهذا اليوم محتاجينا بكنائسنا وربي باركك واتمنى تكون أشخاص اللي دارهم فوضون ويعطون مسؤوليات للي حولك اشتركوا في القناة